انا مؤكد اننا النهاردة هتحول معاك الى صحف رزل شوية وانت مصدر لا انت تجيد حاجة لا الرزالة لا الصحارة واستحملني لانه تقريبا هتكلم بلسان الجمهور والجمهور لو بتحكيه فرصة ان هو يشوفك النهاردة انا عارف رزلوك انا عارف يقولك ايه بس خلينا اقولك انه كابتن عبد عزيز عبد شافي المدير الرياضي للنادي الاهلي وعضو لجنة الكرة اعلن قبل قليل ضم النادي الاهلي خلينا نقول صفقة مهمة بضم اللعب محمود الجزار داسر دباك او مدافع فريق كهرباء الاسماعيلية مدافع وصف بانه قوي مميز موليد 98 يعني 20 سنة بيجيد اللعب في مركز قلب الدفاع المساك ولعب الوسط المدافع والظاهير الايمن دي صورته مواصفاته البدنية والفنية لكن تكلمنا فيه انت التقيت وهو احنا بنتابعه من مدة اه وكان عندنا مواصفات محددة وعشان كده كنا مركزين على مدافعي سموح الاسعار لما اصبحت خارج الاطار الاقتصادي بالنسبة لنا ما نلعب الدور اللي بيلعبوه الاندية دي وانا ليه تمالي اخليهم هما ياخدوا الخطوة الاولى وتضارب في عشرة هو يجمع العسل ويجمع العسل ويجمعه لك وبدأنا رحلة بحث كبيرة جدا واسعة النطاق في المناحل المختلف وحطينا المواصفات اللي احنا عايزين وفضلنا ان اللعب يكون تحت السن عشان لا يشكل عبق على القايمة الاولى خصوصا صحيح في 25 القايمة بقت 25 ودي نقطة وياخد فرصة للتجهيز مع النادي بقى اهم من الفرصة انت الوقت الناس قد مدفوعة بحما الصراع بحما المنافسة المنافسة والصفقات تجيب احتياجات وعدد انت فجأة قد تترك لاعب اهم من اللي انت جبته ولازم تتركه بموجب العدد فانت نمر واحد بتقارن اللي انت جبته ده باللي عندك لازم باللي عندك طب اللي عندك ده جاي له عقدة عارة ويجي فيه ارشين وانت مش عايس تطلعه هو يعني ممتعد طب لو جبنا واحد قريب منه يلعب الدور بتاعه اقدر اطلعه طب انا لو طلعته بالمبلغ بتاعه جددت ب3-4 صفقات مستقبلية لمدة 4 سنين ونص اه ابقى انا لبيت احتياجاته فكيت الضغط على القائمة مولت الصفقات اللي هتيجي دي ترجمة نانسي قنقر